نتكلم شوية عن الفرق أو الفروق اللي موجودة في الكتابة ما بين الكتابة المصرية والكتابة الغربية من وجهة نظر حضرتك إيه الفرق ما بين الكتابة في مصر مثلاً وكتابة في الغرب؟ أعتقد أن ما فيش فروقات جوهرية عندنا أدباء قادرين على أن هم يصلوا إلى العالمية وعندنا كتابات مصرية وكتابات عالمية عربية ربما تعلو درجة عن الكتابات الأجنبية ينقص في رأيي أن هذا الصوت لابد أن يصل من خلال الترجمة الجزئية اللي كنا نتكلم فيها من شوية إحنا الآن ما عندناش أدب أعلامي لأن إحنا ما بنترجمش فشغلنا ما بيوصلش إلى ذلك إحنا لو في حركة الترجمة ناشطة ونقل الأدب العربي أو الكتابة العربية من ضمنها طبعاً الكتابة المصرية إلى القارئ الغربي أعتقد سيمكننا أن نصل بسهولة شديدة وهذا ما حدث مع الكثير من الكتاب أمثال الأستاذ نجيب محفوظ عليه رحمة الله يعني كان لابد أن القارئ الغربي يتعرف على كتاباته حتى يستطيع أن يدخل دائرة الجوائز ويدخل دائرة الاهتمام هذا أمر شديد الأهمية ما أعتقدش أن فيه فروقات أخرى جوهرية أو حتى غير جوهرية لأن الكاتب المصري أو الكاتب العربي تحرر من الكثير من الأفقال التي كانت تثق الكاهله من قبل والكتابة المصرية والكتابة العربية ترقى لأن تصر إلى العالمية بسهولة فقط لو الصوت قدر يوصل مين من الكتاب اللي حضرتك تقدر تديره لقب أسلوب الجذاب في عشرين تلاتة وعشرين بحب جداً أسلوب أخوي عمر العدلي وإن كان يعني ده شيئتك مجروحة فيها وبحب جداً كتابة أشرف العشماوي وشايف أن هم قدروا يحققوا معادلة صعب أن هي تتحقق الحقيقة أن هو يقدم منتج قادر على أن ينافس تجارياً وفي نفس الوقت لا يفقد معناه الأدبي ولا يفقد قيمته الأدبية لأن هناك بعض الكتاب الذين يعني يرون أن البعد التجاري هو البعد الأكثر حضوراً في أذهنهم فبالتالي شوف الناس عايزة ويعمل زي ما الناس عايزة وبعض الكتاب حريصة لأنه أن يكتب أدباً دون النظر لأن هناك قارئ سيقرأه يعني أدب برصين كذا دون اعتبار لأن هناك قارئ سيقرأه أعتقد أن هذه الأسماء وهناك أسماء أخرى كثيرة طبعاً بالطبع يعني استطاعت أن تعادل ما بين الشق التجاري وشق الإبداعي ترجمة نانسي قنقر